نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا شمل إنفوغراف سلط من خلاله الضوء على الحصاد الإسبوعي لمجلس الوزراء وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات تشمل قرارا بالموافقة على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة من المشروعات القومية كما تضمنت القرارات أيضا اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن انفاق التمويل أو اتفاق التمويل الميسر بين مصر والبنك الدولي بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار هذا بالإضافة إلى اجتماعات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع الوزراء والمسؤولين